موسيقى زي مواطر حوالكم كده قبل الفاصل انا معرفتي بيه الشخصية والمهنية من سنوات من سنوات طويلة جدا هو شخص لا يتغير شخص محترم شخص صاحب سمعة طيبة في الادارة الرياضية في مصر اسمه كبير نتشرف احنا كمتابعين وكاعلاميين وكجماهير انه يتواجد حاليا في الاتحاد المصري لكرة القدم وكمان كان رئيس للبعثة النجحة جدا لمنتخبنا الوطني في كأس الامم الافريقية اللي هو حلمي مشهور دي في هذه الفقرة عدو مجلس دارة الاتحاد المصري لكرة القدم سيدة اللواء مشرف ومنور وخطه عزيزا انا سعيد جدا ان انا متواجد معاك شكرك يا فن وشرف لي ان انا اكون على القناة الاولى قناة الرسمية ومع حضرتك بالذات ده شرف كبير جدا يا فن شرف كبير جدا طيب هبدأ من حيث ما انتهيت في هذه المقدمة وهو الانجاز انا في رأيي او يعني رأيي الكثيرين انه انجاز دي احنا نوصل لهذه المرحلة العظيمة في كأس الامم الافريقية نوصل للمباراة النهاية ويبقى بيدنا او بيد ربنا التوفيق او من عدمه وده اللي حصل يمكن في المباراة النهاية بس على مدار البطولة كنا كشعب مصري مبسوطين وفخورين بهذه البعثة بهذا المنتخب بكل تفاصيل احكيلي انت حالكم تعايش في كل هذه التفاصيل اسيب له حضرتك للمساحة الكاملة عشان تقول للناس ازاي عاشتوا ايام سعيدة وعظيمة وصعوبات كثيرة من منبارك هنا بقول ان الجيل اللي كان موجود وعدت معهم 32 يوم دول من اعظم الاجيال اللي موجودة تحس انهم اسرة واحدة تحس انهم قائد هو احسن لاعب في العالم محمد صلاح صلاح وبرغم ان هو احسن لاعب في العالم لكن هو احسن قائد فريق كلهم على حب وعلى قلب رجل واحد معهم جهاز فني انا بعتبر كرش ده من احسن المدربين لان انا عاشرته بيشتغل 18 ساعة في اليوم لا يطرق كبيرة ولا صغيرة بكل حب مع الجهاز متاعه متعاون جدا احنا لما سافرنا كانت الصدمة الاولى كانت مباراة ناجرية وفعلا يعني احنا لا اداء ولا نتيجة صحية والجميل ان الولاد والجهاز الفني اعتبروا نفسهم مقصرين وهم لما تحس في المباراة تحس انهم بدأوا يلعبوا من الدقيقة ستين يعني عندهم صحية وهم في الاجتماع اللي تاني يوم المباراة كان في الجهاز الفني واللاعيبة تعهدوا على ان نسيها المباراة ناجرية وان هم هيحققوا شيء ومنساش كرش قال انا جيت البطولة دي عشان العب سبع مباريات لما تحسبهم تعرف انه هيلعب النهائي وقدينا ماتش غينيا وماتش السودان وصلنا لدول 16 وقالوا ان شاء الله هنكسب كودوفور ولو كسبنا كودوفور هنلعب النهائي بالرغم من الورع طبعا صعبة لانك قابلت تعتبر لعبت اربع نهائيات خمسة كمان انت مع مباراة ناجرية ناجرية كودوفور والمغرب والكاملون والسينغال خمس مباراة مع المنتخبات المصنفة تصنف اول في القرر من سبع مباراة الحملة كان شديد على الولاد لعبه ماتشط وقت اضافي اربع مباراة كان انك لعبت ماتش زيادة صحيح رحلات طيران اتقلنا اربع رحلات طيران وانت عارف ارهاق الطيران والسفر طبعا ولكن الولاد كان عندهم تصميم اصابات يا فندم اصابات اشتركوا لك يعني في اول خمس دقائق اكرم وبعد وبالفتوح صحيح واحجازي صحيح انت اول مباراة كمان بتلعمل غير عمر السلام كانش لسه ليجا فانت يعني بت انا بقدلهم التحية العسكرية لانه دول فعلا حسيت انه دول ولاد مصر صحيح التفوا تحت حاجة واحدة بس علم مصر صحيح ومنساش الدور الرائع للجماهير المصرية وحزب مستقبل الوطن وبرزنتيشن اللي نقلو حسينا ان احنا بنلعب في مصر صحيح تشجيعهم ازرة غير عادية والبرقية والدعم اللي السيد رئيس الجمهورية بعته للولاد كان ليه تأثير غير عادي طبعا مجلس اتدارة الاتحاد اللي بالرغم انهما سافرنا الانتخابات وتاني يوم السفر كان داعم كامل جدا للعيبة والجهاز الفني وانا لما كنت هناك كلهم على اتصال بيام والاستاذ جمال علام خالد بيلة درندالي اللي حصلني بعد كده بعد مطشق كوندوفور وكابتن حازم امام وكابتن براكات والاستاذ ابو الوفا والاستاذ دكتور اهاب والكابتن عامر حسين والاستاذ دين الرفاعي اتصالات يومية بيالي اتمنان على البعثة عظيم وغفروا كل شيء حتى لما كان يبقى نقص حاجة كانت الطيارة تجيب لنقصهم الجيل دا جيل عظيم والتف كله تحت علام مصر وانا احساسي ان الكرة المصرية بتعيش دلوقتي من ازع صرحة انا نسيت ان احنا نهني النادي الاهلي على فوزه ببرنزيد بطولة الاندية وده استمرار لبرده لان دول بيلعبوا باسمه مصر ورفعوا علام مصر ومعدناش بنشوف انتماءات الاندية كله دلوقتي بتلعب ناند مصر ووجه التحية والشكر والعزيمة للعيبة نادي الزمالك اللي حولت هزيمتها من اتنين صفر لقتال لانهم ما تلعوش مغلوبين لحد اخر ثانية هي دي الروح هي دي الجمهورية الجديدة تحس ان فيه روح ولازم اوجه الشكر والتقدير لربطة الاندية برئيسة النائب احمد دياب الداعمة للكرة المصرية احنا بنشوف دلوقتي دوري وانا بعتبر ان الدور المصري هو اقوى دوري في افريقيا واقوى دوري في المنطقة العربية انه يعني نجوم برا بتيجي تحترف في الدور المصري عشان تنطلق منه دوري منتظم هيفرز المنتخب كروش انا شايف انه فاتح الباب لاي لعب ايا كان بيلعب في اي نادي ويحس ان هو كويس هينضمن المنتخب مصري صحيح وهي دي الروح الجديدة وهي دي السياسة اللي ان شاء الله لتطوير الكرة المصرية عظيم طيب انا سبت حلقة تسترسل ومرضيتش اقطعك بس طبعا في حاجات عايز اقف عندها عشان كده حاجات مهمة ومحورية في كاس الامم افريقية الحديدة مباراة المنتخب الناجلي حضرتك تبعت كلنا تبعنا وكلنا كان عندها نفس التحفظات والانتقادات حتى زي ما حالك قلت لعيب منتخب مصر والجهاز الفني كانوا حاسين بالمسؤولية وحاسين بالخطأ في هذه المواجهة مفيش خلاف على المواجهة الاولى دي بس بدأ وقتها الكلام يتقال عن رحيل كيروش شرط الجزائي عمل ازاي طب مين المدرب اللي ييجي بعد كيروش وبدأ الكلام يتقال هنا واحنا عاديين في مصر سواء في الاعلام او على المستوى الجمهيري مين اللي هيجي بعد كيروش حضرتك بقى وانت هناك كنت تتعامل مع هزي الامور ازاي جهاز الفني كان بيوصلهم الكلام دا ولا اللعيب نفسها كان بيوصلها الكلام دا ولا لا هو ساعة الاعلام المساند فعلا بس في بعض الحاجات اللي تطلع بدون حقيقة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام استلم الاتحاد يوم الخميس قبل الصفر بيوم لما التحاد بيستلم بيبقى فيه ملفات بيدرسها صحية مش كده انه هستلم ايه ما هستلم ملفات طبعا عنده ملف الفارة عنده ملف الحكام عنده المسابقات عنده المدربين كل دي ملفات بيستلمها صحية صحية الناس اجتزقت الموضوع كله وركزته في عقده كروش معين الحقيقة انه محدش شاف العقد اصل اصل اما كانتش حد يشايفه لا لا كان مكلف السيد نائب رئيس الاتحاد انه يدرس كل الملفات فكله ترجم الامور انه بيشوف عقده كروش لكن الموضوع ده ليس له اساس من الصحة اتحاد الكرة قبل ما يسافر كان يوم الجمعة ومعهم السيد وزير الشباب والرياضة واكتمعوا مع كروش ودولوا كل الدعم وكل التأييد قبل الصفر وسافرنا يوم السبت انا اقول لأستاذ جمال علام مؤيدين للبعثة استاذ جمال ظروف صحية جاله اصابة كورونا تمام وانا استكملت وكان معايا لحظة بلحظة وكل الدعم والتأييد كان لكروش الكلام ده كله تسريبات صحة تسريبات ليس لا اساس من الصحة ولا فكرتوا في لحظة ولا فكرنا في لحظة من اول يوم اتحاد الكرة المصري داعم للمدير الفني لان احنا كان عندنا رؤية وفعلا اثبتت الرؤية ان المدرب ده كويس مش هنحكم على واحد احنا مش شفناهوش احنا شفناه وانا عشرته الرجل بيشتغل الرجل وصل لمرحلة قال لي انا مصري يعشق وشفته تلحمه مع الجماهير بعد مطش في مطش غينيا وحبهم وتشجعهم ليه وتشجعهم في مطش السودان كل الجماهير اللي راح ادي كلها وبقى يحييها وبقى سعيد بيها وسعيد بدعم الجماهير والرجل اثبت بما يدعي مجال الشك انه هو مدرب كويس طيب انا هتعامل ان انا في مكان حضرتك وانا اداري يعني انا بدير اتحاد الكورة وتحكم في هذه الامور عقود المدربين وخلافه تحديدا المدربين منتخبات الوطنية فكرت حضرتك مع الاستاذ جمال علام مع مجلس اتحاد الكورة طب لو منتخب مصر خرج من الدور الاول ما احنا ظهورنا كنساء في المباراة الاولى فظهور يعني يخوف يقلق لو خرج من الدور الاول ما طبيعه هيبقى فيه ضغط عليكم مش راجل ده احنا عندنا مطشين في تصفات كاس العالم مش هينفع نستانى مطشين تصفات كاده ده راجل ما خرجنا من الدور الاول في كاس العالم فكرتوا في ده كنتوا عاملين حسابكم كنتوا عاملين خطة بديلة ولا انتوا كنتوا وغدين قراركم ان الراجل ده كده كده مكمل بغض النظر عن ده كاس العالم كده كده كان خررنا الراجل نكمل لحاد المطشين بتوعه كاس العالم بدون اي تفكير محدش مسلا طرح قالك طب نشوف اسماء نجاهز اسماء لا خالص انا هقولك انا يعني مجلس الادارة لم يجتمع نتيجة الظروف ده كلها اول اجتماع ليه حيكون يوم الثلاثة خمستاشر كل الجزء اللي فد كله ليس شاغل الاتحاد المصري غير دعم المنتخب القومي المصري عظيم بكل اعضاؤه سواء اللي هنا او اللي سفروا كلنا كنا لخدمة المنتخب القومي في اداء مهمته ومما لا شك فيه انا راضي عن الاداء الاتحاد والجهاز الفني واللاعبين انهم حققوا شيء لمصر صحية صحية طيب فيه ناس يعني حد طرح انا من الناس اللي طرحت ده بصراحة شاب امين معاك انه ليه كيروش احنا حراك شايفه مدير فني كبير مدير فني عنده مشروع مدير فني بيشتغل بشكل حقيقي اللي خلينا نربط مصير كيروش بمطشين في كاس العالم مطشين كبار مع منتخب السنغالي وارد زي النهائي كده تكسب او تخسر طبعا كلنا نتمنى كلنا نحلم وكلنا بندع المنتخبنا ان شاء الله بالرجالة دي ان احنا نبصر كاس العالم بس دي كورة وارد انك تكسب وارد انك تخسر ليه مصير مدرب كبير حضراتك مقتنع انه مدرب كبير وانا مقتنع عن مدرب كبير يبقى مصيره مرتبط بمطشين في كاس العالم يبقاش فيه تجديد وارتباط طويل الامد خاصة للرجل عنده مشروع تمام هو عقده اللي موجود كان لحد تصفيات كاس العالم انه نجح في كاس العالم هيستمر لي في كاس العالم ولكن الاتحاد برضو مش هنتكلم في الاعلام لسه هيقعد يدرس اذا كان هندرس ده اذا كان الرجل ده صاحب مشروع كبير لتكوين جيل كامل للمنتخد ليه ما يكملش ده كلام محترم ده كلام محترم انا متفاهم جدا طبعا مش هتقول قرار دلوقتي مفاهم ده كويس بس ده كلام محترم انه على اقل مطروح على طورة اتحاد الكوين لا مطروح ليه لا يعني دايما قصدي دايما كنت لسه بتكلم من كام يوم ما فاندي مبادردش مع حضرتك انه الرجل مجيب فني للمنتخب الفرنسي دي شام رجل من 2012 ل2018 بيفشل في كل حاجة في كاس العالم في كاس اوروبا على ملعبه بيخسر النهائي على ملعبه ويجي في الاخر بعد ست سنين بيكسر كاس العالم فده فكرة المشروع طويل امد ممكن تاخد منه ناجحات عظيمة بعد كده انا بأكد لك ان الكلام ده مطروح ولكن انا اكفي لسه في اجتماع مجلس الدرس يقرر ويقول ولكن احنا بنا وبن بعضنا تمام ان الرجل ده صاحب مشروع عظيم وانا من عندك هنا بقول ان مصر الكورة فيها بتتطور كويس جدا ومصر محظوظة انها بيعندها كروش وعندها مسيماني هيل وعندها كالتيرون وعندها مدربين ملطنيين عندها بجلال وحسام حسن ومش عزانسة اسمها لحسام حد يقول ما قالش اسمها كلهم اسمها عظيمة بيديروا فرق ودور عظيم بيفرزوا كل دول لصالح المنتخب القوضي والدليل انه منتخب مصر بعدد كبير من اللاعبين المحليين ينافس ويصارع ويلعب مباريات كبيرة مع منتخبات كلها بتلاعب في أوروبا يعني يعني حتى اسبوع سعيد ان زمالك قدر يتجاوز وبنهني المصري على تعادله خارج أرضه وبنهني برمز الفياز وان شاء الله انهني الاهلي يوم الجمعة في فوزه على الهلال السوداني لا الكورة المصرية ان شاء الله في الجمهورية الجديدة عهد جديد وناس جديدة تمام حتى تواجد في المتخب والباب مفتوح وانا يعني احساسي مع الراجل ده انه ما بياخدش أسماء صح الراجل ده حسيت برضه لما كمية الإصابات اللي صدفته دي كان ممكن اي حد يرتبك طبعا الناس لازم مشيت بالناس الكبيرة زي عبدالله السعيد وحبود علاء وبالرغم دول ما لعبوش مطشط كتير لكن تحس ان هم بيأزروا لعبتهم وبيقوهم جيل عظيم هم دول ولادك يا مصر صح وما تحسش انه حد كان عامل أزمة لا وما تسمعش في تسريبك كده يقولك أصدفلان قاعد مدين لا لا ولا زعلين لم ألاحظ ذلك الولاد اللي كل تمرين بتاعهم يختموه بكلمة تحيا مصر تحس ان الولاد دي هتحقق شيء لمصر هم دول ولادها هيل هيل طيب اتقيل برضه بمناسبة التجديد لكالوس كيروش او امكانية التجديد لكالوس كيروش انه في ناس في الجهاز المعاون ممكن ما يبقاش موجودين الفترة الجاية في جهاز كيروش كلام ده بنسمعه من وقت ما كان كيروش او المنتخب في كاس الأمر الأفريقية رجعنا واحنا وقدين وصفة البطولة ولسه بيتقالي الكلام ده انه في ناس من الجهاز المعاون ممكن يمشوا هل الكلام ده صحيح هل له اي اساس من الصحة ولا مش موجود كل ده برضه توابع الاعلاميين بيقولوا على غير الحقيقة احنا رجعنا تاني يوم كيروش اجتمع مع المدير التنفيذي اداله الطلبات للتجهيز لمباراتي السنغال من ملاعب التدريب انه بيطلب ملاعب بشكل معين يعني وانا معاه هناك واناك ما بيتمرنش في ارض مفتوحة يحب بيتمرن في استاد مقفول علشان الاجهزة المعاونة كلها معاه تشتغل طلب انه يلعب على استاد القاهرة وطلب حضور الجماهيري ايوه دي الطلبات اللي طلبها ولما تعرض عليه قال له الدوري هيتم استقنافه ادى اوامره للجهاز المعاون ما يسافروش ويتابعوا مغاريات الدوري ويتابعوا مغاريات الاهلي ومغاريات افريقيا لكل حاجة ويكتبوا تقارير متصورة وكاملة عشان اول ما يرجع بعد يومين هيتعرض عليه الكلام ده مفيش بقى في الطلبات بتاعته خالص لا 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 او التبديل مش موجود مفيش يعني كامل ده مش موجود لا 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 يعني الجهاز ده اللي موجود في مبراتي سنغال انا باقول لك كامل وبيكدلك ان شاء الله بعد يوم 15 مجلس الادارة داعم كامل للعبين والجهاز الفني كاملة لأداء مهمته كان بيتقال وقت البطولة يا فندم ان قالوا سكيروش ما بيسمعش للجهاز المعاون حلا كنت عايش معاهم بقى انت كنت شايفهم لنهار هل هو فعلا من الناس اللي بتشتغل لوحدها اللي تحب تشتغل لوحدها ما تسمعش لحد ولا انت كنت شايف انه فيه تعاون دايما مع الجهاز المعاون لأ انا شايف انه كان فيه تعاون كامل مع الجهاز هو كروش لا يترك صغيرة ولا كبيرة يعني البرنامج اللي بيتحط يتم تنفيذهم مشهور دوره كذا ينفذهم هاي فلان دوره كذا ينفذهم وبيتابع كل شيء حتى ولو حتى في الجزء اللي هو ساعاتي ابقى موجود فيه والاجهزة المعاونة بتمرن جزء تاني من اللاعبة بيتم تصويره وبيتفرج عليه هاي طبعا حواك انت شفت مديرين فانيين كتير لأ شفت انا شفت حاجة زي كده لا انا بقولك لا يترك كبيرة ولا صغيرة اه اجتماع مع الجهاز الطبي وانا من هنا لازم اوجه شكر الدكتور محمد والعيلة صح هزا الطاقم بالجهازه دوت يعني بازلوا مجهود فوق طاقة البشر من معالجة لمتابعة اللعيبة للاجراءات الاحترازية عايز اقولك ان لعيبة مصر الفريق الوحيدة في الهناك اللي ما عندهاش ولا واحد اصابة كورونا ده انجاز بالمناسبة ده انجاز اه عشان كنت دول وقت مستني اللحظة دي الاسف يعني لم يترك كبيرة ولا صغيرة يعني كان بيعمل قبل المسحة بتاعت الاتحاد الافريقي اللي بتاع يكون هو عامل المسحات بتاعته ها بعد كل مبرأة يعمل المسحات بتاعته انا يعني رجل ده انا عامل هو عامل لي فوق الـ 25 مسحة تمام مع اجهزته مع حاجته ما بيسيبش اي حاجة يعني بالمناسبة قبل مواجهة الكاميرون اتقال انه فيه قلق من المسحات وانه ممكن يحصل تلاعب فيها عشان مواجهة الكاميرون وصاحبة الارض مهي دي بقى بتتسربات زي ما احنا واحنا عاديين هناك سمعنا ان محمد صلاح جارو كورونا يعني المسحة بتاعته مع انه لسه مكناش عملنا المسحات اصلا من الجميل انه برضو من الجهاز الفني واللعبين انهم صموا اذنهم عن اي شيء يتم تدوله في الاعلام خالص لو لاحظت ان من البتاع ما كانش فيه تصريحات صحفية لو شفت لعب بيعمل غير زون اريا دي لكن الباقي ما شفتش ما شفتش حد يطلع تصريحات خالص ولا حد من جازل معايا ولا لا اي حد وكروش نفسه ما كانش بيسمح ومتداني تا ما حد كانش بيسمح لا اي حد يدخل معسكر فريق هاي بالرغم ان فنادق مش على المستوى العالي وكده لكن هو كان قابل انه ان انت قافل على على ولادك وعلى فرقتك وعلى حاجتك عايزوا مركزوا عايزوا مركزوا طيب قبل ما يسيب مواجهة الكاميرون بما اني ذكرت مواجهة الكاميرون كان فيه اعتراض من الاتحاد الكورة المصري على بكاري جسامة قبل المباراة هل كالوس كيروش كان عنده علم بالاعتراض ده ولا ده كان قرار من الاتحاد المصري قد قدم بدون علم كالوس كيروش لا لا الاعتراض من الاتحاد المصري عشان هو تلقى في المؤتمر الصحفي وقال يعني ما سألوه قال لهم لا ما عرفش ده ما هو لازم يقول ما عرفش لازم ما عرفش يعني ما دي بضوء ده إداري احترازي من الاتحاد المصري اللي ما سبش اي حاجة وهو كان بيعترض واحنا عارفين مليون في المية ان الاتحاد الافريقي مش هغير قراره لكن كان فيه تحفظ على تعيين الحكم وتم الاعتراض عليه ولكن ما فيش ما استجابش الاتحاد الافريقي والحكم حكم المبارد هل الفكرة من الاتراض وقتها وحرك كنت عارف انه هو مش هيتغير الحكم اكيد فكرة انه تمثيل ضغط على الحكم انه يركز انه ما يغلطش او ما يتعمدش الخطأ قدام منتخم مصري يعني ده كان هدف اتحاد الكورة انه احطه بس في موقف انه احنا شايفينك يعني والله ده ليه تفسيرات اعلامية برضو تمام لكن اتحاد الكورة كان صادق في انه يعترض على تعيين الحكم يعني لو ده كان موقف اتحاد الكورة ده موقف حتى لو ده موقف ده برضو مش عيد طبعا ده زكاة يعني مش عيد زكاة دالي انه موقف تتعامل مع هذه الامور بالطرية دي لكن هما الاتحاد المصري تم ثراده تم ارساله للاتحاد الافريقي طيب انا في رأيي انه كان فيه نقطة محورية في هذه البطولة نقطة فاصلة او نقطة فارقة بمعنى اضق في هذه البطولة وهو حديث محمد صلاح في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المنتخب المغربي وهو يوجه رسائل للاعلام وللجماهير انه هما ما يضغطوش على اللاعبين ما يضغطوش على الجهاز الفني المنتخب مصر يتعاملوا مع منتخب مصر ما يتعاملوش مع لعب اهلي او لعب زمالك وحسد بعد هذا المؤتمر الصحفي في التفاف عظيم من الجماهير المصرية للمنتخب في حماس من لعب المنتخب في الملعب رأي حضرتك في الكلام اللي قاله محمد صلاح وكواليس هذا الحديث عشان اكيد حراك وانت قاعد معاهم كنت بتسمع ربما بعض الضيق من بعض اللاعبين بعض الزعل من بعض اللاعبين في ردود الافعال كواليس ما حدث من محمد صلاح في هذا المؤتمر الصحفي خلينا نكون متفقين ان كان فيه الاعلام ما كانش وصلنا لمرحلة مش النقد للنقد بعض الحاجات وصلت للتجريح تمام فالامور دي برضو بتوصل وكان برضو الاعلام كان ممكن يكلم على مشهور في الزمالك ومشهور في الاهلي وده ايه فالنغمة دي انا في البداية حديثي قلت لك ان محمد صلاح اعظم لاعب في العالم واعظم قائد فريق القائد الفريق اللي يتصدى لهذا الموضوع بكل شجاعة وكل بتاع انا باعتبره ده قائد فريق ادى رسالة في توقيت مهم وكانت نقطة فيصلية في انتفاف الجماهير المصرية والاعلام المصري واللاعبين على قرب الرجل واحد اللي هي مصر صحيح نسا مكملين هذا الحوار الممتع للغاية مع الشخصية الهدية المهزبة المحترمة الإداري الكبير كابتن حلمي مشروسة اللواء حلمي مشهور عدو مجلس دولة اتحاد المصري لكرة القدم بعد هذا الفاصل واصل ان شاء الله اهلا بحضراتكم مرة اخرى لسه مشرفني ومنوارني سيادة اللواء حلمي مشهور عدو مجلس دولة اتحاد المصري لكرة القدم طيب سيادة اللواء الحلم الاكبر الحلم الاعظم الحلم الاهم هو الوصول لكأس العالم تصفات كأس العالم مواجهتين في منتهى القوة قدام المنتخب السنغالي يعني على مستوى التشكيلة او على مستوى المنتخب هو المنتخب الافضل في القرارة الافريكية لو بنتكلم على تشكيلة لعبين مش منتكلم على ارض المرعب التعامل ازاي مع المبراطين دول الاستعدادات ليهم ازاي التجهيزات ليهم ازاي من الجانب الاتحاد المصري لكوات القدم عشان نقدر نوصل المنتخب في تلك المواجهتين بالشكل الامسل اول قرار خده الاتحاد المصري مع رابطة الاندية برئاس النائب احمد ديال ان كل الدعم وكل ما يطلبه المنتخب القومي بجهازه الفني اعتبره مجاب نهائل والتعاون ما بين الاندية مصر كلها كلنا تحت هدف واحد هو الوصول للمونديال فكل الدعم لهم الاتحاد هيوفر كل شيء نظيم واحنا قابلنا السنغال اكيد بقت من السنغال بالنسبة لنا وبالنسبة لهم باكتاب مفتوح صحية واحنا ما ما تهزمناش احنا تهزمنا بركلات الترجيع بركلة الترجيع انا دايما نقول كده وكان ورد جدا الكرة الاخيرة بتاعت ماراوان تدخل كان زماننا كسبنا احنا وصلنا لاخر نقطة صح فبالنسبة لنا وبالنسبة للجهاز الفني فالسنغال كتاب مفتوح بل احنا بنتفوق عليهم بعزيمة الرجال والقرة ما بقتش بالاسماء بقت بالعطاء والبزل طبعا وان شاء الله يعني انا متفائل جدا اتحاد الكرة كله متفائل وشعب مصر كله متفائل صحية هنقول كل الجماهير بتدعم منتخبنا ان شاء الله نحقق حلم الوصول لكاس العالم بعزيمة الرجال دي اللي عيبة دي وجهازهم الفني ده اللي على مستوى عالي اللي كل الناس يقع فيه وحاجة يضيف عندك هنا وفكرك ان احنا ان شاء الله نوصل لكاس العالم لا يا فندم بص هتبقى اول مكان ما اكلمها لك انا اول واحد اول واحد حلم حلم عارف انه مش حلم سهل وما فيش احلام بتبقى سهلة لازم كل الاحلام بتبقى صعبة بس حالك قلت نقطة مهمة جدا انه الفكرة بالعطاء في الملعب واحنا كمصريين وكلعبين مصريين وكمنتخب مصر على مر التاريخ احنا اللي معنا الحتة دي ممكن نلعب نجوم كتير على مر التاريخ نلعب منتخبات كبيرة عندها كل المحترفين اللي في الدنيا احنا دايما بنلعب بقلبنا وروحنا قبل ما بنلعب برجلينا يعني الناس بتلعب برجلها واحنا بنلعب بقلبنا وروحنا قبل رجلينا واحنا في بطولة افريقيا دي هل السنغال كانت هي المرشحة للبطولة يعني فيه طبعا الجزائر مثلا كانت مرشحة قبل السنغال كاميرون صاحبات الارض يعني نكلم في التصنيف الاول يعني صحيح هم ماذا؟ صحيح طبعا هقولك على شيء انا حضرت سحب القرعة بتاعت الله تصفات كاس العينة كاس العينة قالوا يا تونس يا السنغال يعني يعني كلنا نتمنى يعني من ضمن الحاجات ان احنا قبل السنغال لان السنغال ما كانتش هي ال ال اسهل الفرق اه يعني حرك والجهاز كنتوا تتمنوا تونس او السنغال وجات السنغال اه هي اول قرعة سحبت يعني اه فاكد ربنا ريد لنا الخير يا رب يا رب يا فن طيب هلأك قلتلي بوسط كلامك انه قالوس كيروش طلب استاد الكاهرة هو اللي يستضيف في المباراة خدنا موافقات على دا ولا لسه اه تمام خدنا الموافقات مانا قلتلك من الاول فيه عبارة ان ان كله مجاب كله مجاب اه الدولة كلها اه لها هدف ان تسعد الشعب المصري بالوصول للمنديال ده عظيم فانت تليه اول موافقة اه تاني موافقة طبعا اللي بيسمعونا دلوقتي بيستنينها الجماهير استاد الكاهرة حلوته جماله ورعبه لما يبقى ممتلع عن اخيره ان شاء الله ده ممكن يحصل دي هتبقى لها لها موافقاته طبعا ومجلس الادارة وافق على قال يعني الحد الادنى ان يكون موجود حوالي خمسين الف على قال يبقى خمسين الف في المبنى ده رقم برضو مرد جد ده رقم مرضي جدا ادام امنيا والامور نضمن حماية الجماهير وتبقى الامور كويسة احنا نحب ندعى منتخبنا باستاد الكاهرة صدد استاد الكاهرة ده اصلي له عاطفة ونستلجة كده عند الجماهير المصرية وسبحان الله استاد الكاهرة ده دايما يخوف اي خصم اه وانا عشان كده بقولك ان الموديل الفني ما بيطرقش يعني حتى الجانب النفسي بيأكد عليه واللي أكد على وجود الجماهير واللي أكد على استاد الكاهرة يعني مش عايز ملعبه خلاص يعني ما بيطرقش صغيرة ولا كبيرة والاتحاد المصري بلغة جمال علام قاله كل شيء هتطلبه هيتم تنفيذه طيب انا كنت عايز سأل حضرتك على نقطة مهمة فيما يخص اتحاد الكرة والملفات اللي قدام اتحاد الكرة في اسم في اتحاد الكرة المصري دائما ما تطوله الانتقادات لاسباب مفهومة او اسباب حتى غير مفهومة وهو نيلو فنجادة المدير الفني الاتحاد المصري لقوة القدم الناس دائما تسأل هو راجل لا بيعمل ايه في اتحاد الكرة هو راجل لا ادواره ايه في اتحاد الكرة ادواره مش معلنة او مش بينة لينا هل هو موجود المفهود يبقى موجود ولا المفهود ما يبقاش موجود ونستعين بواحد مصري هو اللي موجود حضرتك في الفترة اللي فات الدائت شفت ادوار نيلو فنجادة عاملة ازاي هل هو مكمل مع الاتحاد المصري قوة القدم ولا لا هو احنا لسه يعني ما شفناش ليه ادوار لكن انا يعني اول اتحاد بيبقى عنده مش مهم ده موجود او مش موجود مهم بيعمل ايه ايوه وايه اللي بيشغله تمام وايه الانتاج اللي بيتوفي ده اللي احنا ضمن الملفات هو ملف المدير الفني وفي جميع الحالات هو اساسا عقده انتهى في شهر خمسة عقد بنجادة انتهى في شهر خمسة اه احنا هنشوف تقييمه هل ده مفيد مفيد ولا مش مفيد ايه اللي قدمه ده من الملفات المطروحة للدراسة يوم 15 عظيم جدا طيب من الاشياء المهمة جدا اللي انا ما بحبش اجهالها وانا معايا شخص مسؤول محترم في اتحاد المصري كل قدم الاجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين دي من النقط اللي بعض الناس احيانا تجهل الاهتمام بيها الفترة اللي جاية التعامل مع الاجهزة الفنية للمنتخبات اه الولمبي والشباب والناشئين هيستمر المديرين الفنيين الموجودين في الفترة الحالية ولا في نية لأي تغيير هو الاتحاد الكورة خد قرارات لسه هتتاخذ برضو 15 احنا عانا برضو عنصرين من من كفاءة الكورة الكابتن حازم ياميام والكابتن براكات طبعا تمام هيدرسوا الملفات دي كويس جدا للعرض على مجلس الادارة بتشكيل الاجهزة الفنية بكل واحد بخطط اعداده بتدريباته بحكته بالبطولات اللي هيشترك فيها عاجات دي كلها هيتم دراسيتها وعرضها على مجلس الادارة تمام ومش هناخد اي قرار مجلس الادارة مش هاخد اي قرار متسرع بدون دراسة ولا ارضاءا للإعلام هياخد القرار السليم المناسب لصالح الكورة المصرية ايوة دي نقطة بقى مهمة جدا ليه عشان انا هسألك برضو على اسم تحديد انا بحب اقول بالاسماع عشان بيبقى شيء الكلام كابتن شاوي غريب المدير الفني المنتخب الأولمبي وقت ان تم اعادة تعيينه لإدارة المنتخب الأولمبي كان فيه انتقادات كثيرة جدا لاتحاد الكورة السابق او اللجنة بتدير اتحاد الكورة في وقتها انه ليه كابتن شاوي غريب مرة اخرى وهو لم يعنجح اتقال انه لما اتحاد الكورة الجديد هيجي المنتخب هيخلاص هينهي مهمة الكابتن شاوي غريب ويشوف جهاز فني جديد للمنتخب الأولمبي رأي حركة انا بقلت في الاول ان اتحاد الكورة مش هياخد اي خرارات بدون دراسة واحنا ما نقدرش ننكر ان شاوي غريب لبصامات في الكورة المصرية وحقق انجازات مع المنتخب الأولمبي وخد برونزية العالم ليه 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 دور طبعا فمش هناخد اي شيء اي قرار بدون دراسة بدون اللجنة الفنية اللي هتجتمع وتقول قرارها وانفيش قرار هيتاخد مرة تانية الا لصالح الكورة المصرية الاتحاد الكورة الجديد في الجمهورية الجديدة تمام جاي بمهمة اعادة تصحيح مصاري الكورة المصرية ليس اتحاد ملوش اجندات ايوة ملوش اي شيء غير صالح الكورة المصرية واحنا من سعداء الحظ ان احنا نبدأ دورتنا بهذا النجاح الكبير للمنتخب القومي احنا محظوظين صحيح تمام ولازم نبني عليه لصالح الكورة المصرية طيب من الجمل الشهيرة او مش الجمل الحاجات اللي عاشناها وحراك عاشتها دي كبير زي نادي حرس الحدود اشتها كتير انه يجي اتحاد كورة ما بيفكرش غير في الاهل والزمالك بصراحة انا كنا بحلاج بصراحة شديدة الاهل عايز ايه والزمالك عايز ايه وبقى الاندية هي وظروفها يعني سمحت الظروف ان احنا نعمل لهم حاجة اوكي ما سمحتش خلاص احنا مهتمين بالاهل والزمالك ورغم كده كان دائما الاهل يعترض ودائما الزمالك يعترض كل يوم خبر الاهل يعترض على اتحاد الكورة يقدم احتجاج الاتحاد الكورة الزمالك يقدم احتجاج الاتحاد الكورة يعترض الاتحاد الكورة ان نعجل مباراة للاهل طب نعجل بعدها مباراة للزمالك الصورة دي كانت صورة خلت جماهير الكورة في مصر يعني دايما لا تحب اي اتحاد الكورة اكلمك بصراحة شديدة هراك كنت عايش معنا يعني من بر الوضع في الفتر اللي جاية بعمل إزاي؟ بصراحة شديد لا ما احنا برضو محظوظين اه اتحاد الكورة محظوظ ان اول سنة يتم فيها انشاء ربطة الاندية اللي هي بالدير الدوري اللي فيها ممثلين للاندية فمعنى ذلك ان مش هيبقى فيه اي من مجاملات احنا في الاسبوع الكامل خلاص احنا يعني مش هناك اسابيع كتير تمام سمعت اي اعتراض؟ لا لان فيه ربطة بالدير الدوري تمام اذا كان فيه بعض الكلام عالحكام او بطش ايه او بتاع دي كلها وردة لكن فيه ربطة اندية بالدير الدوري بكل حيادية وبكل امانة وحتى جدول فاحنا محظوظين واتحاد الكورة وربطة الاندية كتلة واحدة ايوة تمام للصالح وما فيش قلتلك ما فيش قرارات حتتاخد لأهواء كل قرارات لصالح الكورة المصري وليس هناك عندنا اهلي او زمالك او زمالك او اهلي او مصري او بداعك كل الاندية اعضاء الجمعية العمومية لهم كل الحقوق وكل الواجبات ده عظم جدا ده كلام عظيم ومريح ويا رب يكمل بس أليك سؤال قد يبدو ساذج بس انا بتعامل مع اللي بيشوفنا ولحد اللقاءة لما بالناس بتقابلني في الشارع او بتقابلني في اي مكان او بتتكلم معنا على السوشيل ميديا ما بيعرفوش ايه الفرق من رابطة الاندية والتحاد الكورة ما بيعرفوش الاختصاصات يعني يقولك ايه هو ايه رابط الاندية والتحاد الكورة يعني اللقاءة مثلا لو الاهل عايز يعترض على التحكيم بيعترض لي مين بيتحاد الكورة ولا بيعترض على رابط الاندية طب لو الزمالك عنده مشكلة ما في المسابقات أو في جدوى المسابقات بيقدم احتجاجه للاتحاد الكرة ولا رابط الاندية الاختصاصات دي لسه مش مفهومة في مصر هو رابط الاندية بتتبعها لجنة المسابقات تمام ولجنة الحكام في الوقت الحالي تابع الاتحاد المصري فاللي بيقدم احتجاج على الحكام أو كده بتدرسه لجنة الحكام اللي في الاتحاد المصري مسابقات بتحط فيها القرار لجنة المسابقات تتبع لربط الاندية هل تقولي في الوقت الحالي هل ده معناه أنه لجنة الحكام ممكن تبقى موجودة في الفترة الجاية في الربط الاندية؟ وارد ان شاء الله متبزئ من التعاون ده شيء وارد وان شاء الله القسم التاني هيتم إنشاء رابطة لي برضه بحيث تبقى روابط المسابقات تبقى للاندية ودي بتشيل عبق كبير عن الاتحاد المصري علشان اتحاد المصري رسالته يعني المنتخبات القومية للأساس وطلعت كاس مصر ده شيء عظيم جدا زي ما بيحصل في أي مكان في العالم مكان محترف يعني طيب اتقال برضه من الوارد أنه يبقى فيه رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لقوات القدم يكون أجنبي خبرة أجنبية هل الكلام ده عارض أو فكرته فيه أو كان من الحاجات المطروحة أو ممكن يبقى مطروح في الاجتماع القدم؟ وارد يكون الجراءات ده لكن كل اللجان في الاتحاد يوم 15 هيتم توزيع الملفات على كل أعضاء مجلس الإدارة من المسابقات للشؤون اللاعبين للحكام للمسابقات لكل واحد دي هيدرس الملفات بتاعته ملفات الفار ملفات المدربين لأجانب كل الملفات هيتم طرحها تمام؟ ليه ليه مش عشان حاجة للتطوير إذا كان الصالح الحكام إنه يبقى فيه شيء هيتم تغييره هيتم تغييره كله لصالح وليس لأشخاص عظيم جدا طيب فيه سؤال جاي لي وهكتم بيه مع حضرتك يعني هذا الحوار الممتع جدا يخص النادي الأهلي حد بسألني بيقول لي السيادة اللي هو حلمي مشهور لماذا لم يتخذ اتحاد الكورة موقف قوي فيما يخص تنظيم الفيفا لكأس العالم الأندية وقت كأس الأمم الأفريقية وكان سند أو ظهر للنادي الأهلي فيه اعتراضاته هل اتحاد الكورة خد موقف قوي ولا ما خدش موقف أصلا لازم أجاوب عليك بصراحة فضل اتحاد الكورة استلم بعد ما كان فيه توقيت بطولة أفريقيا وتوقيت النار وفيه تصريح للسيد الأستاذ أحمد مجاهد لو كان رئيس اللجنة المؤقتة إن الأهل هيلعب بيكمل نجومه والمنتخب هيلعب بيكمل نجومه صحيح أكيد اللجنة المؤقتة كانت بتسعى مع الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي على تأجيل أحد الاتنين علشان البطولتين يتموا كونوا ما وفقش يقدر يعمل الحل دوت تمام فكاننا تكتب إنه إحنا لكن الاتحاد المصري استلم بعد ما تحددت البطولة دي وتحددت البطولة دي وأنا من هنا بنشكر النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب اللي صرح تصريح المصر أولا صحيح صحيح تمام وفعلا مصر أولا تمام ونقص في الأمكان كان فيه تحولوا برضو لأنه هما تحس إن منتخب مصر بيلعب صحيح طيب حجازي لما تصاف في كاسرهم الأفريقية وأكرم توفيق لما تصاف في كاسرهم الأفريقية سافروا مش شو ليه محمد الشناوي كمل؟ يعني ليه محمد الشناوي رغم الإصابة اللي ما كانتش هتخليه يكمل لكاسرهم الأفريقية ليه محمد الشناوي كمل مع المنتخب؟ محمد الشناوي إصابته ما كانتش خطيرة تحتاجة ولكن لما أنا قلت لك في الأول أن الولاد دول كانوا على قلب الرجل واحد الشناوي بعزمته ما قدرش يسيب إخوانه وزميله كان ليه دور ودور مهم الحاجة اللي تبتولي هو لطلب بقاءه هو اللي طلب بي كامل تمام؟ والجهاز الطبي بازل معاه مجهود كبير جداً يعني كان نتيجته هو ملحقش الماتشات بتاعة الأندية لكن وارد جداً نلاقي الشناوي في ماتش اليوم الجمعة صحيح وارد جداً إن شاء الله يا ربي يكون لكن هو أنا أكد لك أنه حجازي والناس الكبيرة اللي في المتخب الشناوي وإحجازي والنني وعلى رسولهم طبعاً محمد صلاح تمام؟ يعني كانوا محتضنين اللي لسه بيلعبوا وعبدالله السعيد لدور كبير وكل دولك فعزت أن أنت بتتعامل مع كتلة واحدة تمام؟ فده الطب الصحيح بتاع الشناوي عظيم جداً إفندي بحضراتك شرفت ونورت أنا حقيقي بأمانة شديدة استمتعت بهذا الحوار المحترم جداً من شخصية محترمة جداً شكراً شكراً إن شاء الله الكرة المصرية في أزع صورة إن شاء الله وبحب أختم أي حديث ليا بتحية مصر تحية مصر أشكرك شكراً جزيلاً سات الله حلمي مشهور عدو مجلس إطارة الإتحاد المصري لكرة القدم بعد الفاصل نستقبل حكم الدولي الكبير كابتن أمين عمر خليكم معنا